أكدت الولايات المتحدة دعمها لقوطة منظمة الصحة العالمية لإجراء دراسات إضافية حول أصول بارس كورونا وقد جاء ذلك وفقا لما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان خلال اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهنم في الكويت وقد شدد وزير الخارجية الأمريكية على ضرورة أن تستند المرحلة التالية إلى الأدلة على أن تتسم بالشفافية أيضا بقيادة الخبراء وضمان خلوها من أي تدخل مؤكدا على أهمية اتحاد المجتمع الدولي لمعالجة هذه المسألة الحاسمة